أشارت نتائج دراسة جديدة إلى أهمية فيتامين دال في علاج سرطان البروستات حيث تبين أن الرجال الذين لديهم أنواع عدوانية من هذا الورم لديهم مستويات قليلة جدا مقارنة بالمعدل الطبيعي للفايتامين في الجسم الدراسة التي نشرتها مجلة علم الأورام السريري اعتمدت على العينات ممن أجروا جراحة لإزالة أورام سرطانية من البروستات وتربط هذه الدراسة الجديدة بين نقص فيتامين دال خلال الأشهر السابقة للجراحة وبين الحالة العدوانية التي يكون عليها الورم وتؤدي لاستئصارهم وكانت أبحاثنا السابقة قد أشارت إلى أن الرجال ذوي البشرة السوداء والداكنة يحتاجون إلى التعرض مرة ونصف أكثر من غيرهم لأشعة الشمس للحصول على القدر اللازم من فيتامين دال وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضب إلينا هنا في الستوديو باستشار جراحة المسالك البولية ومراض الذكورة دكتور عماد السبكي صباح الخير دكتور عماد قبل أن نتحدث عن هذه الدراسة دعنا ربما بداية أن نعرف ما هو هذا المرض مرض سرطان البروستات الحقيقة سرطان البروستات هو مرض منتشر جدا لا علاقة وطيطة بالكبر السن طبعا يحدث فقط في الرجال لا يوجد في السيدات لأنه لا يوجد إليهم بروستاتة وغدة البروستاتة هي غدة موجودة حول عنق المسانة بيحصل تغيرات مع السن بتؤدي إلى حدوث تضخم ثم التهابات مزمنة أحيانا ثم تغير إلى أورام في البروستاتة هي الحقيقة منتشرة جدا في بلاد الدول الأوروبية زي أمريكا والدول الأوروبية قليلة جدا في دول جنوب شراء أسيا وبخاصة زي اليابان وهنا بيديكي هذا التوزيع الجغرافي لحدوث الانتشار المستمر اللي له علاقة بطبيعة الإنفايرومنت بتؤثر النمرة اثنين الطبيعة الجينات والتكوين الجيني لهذه المجموعة من البشر فهناك ثلاث عموامل أساسيين يؤدوا إلى حدوث التورم في البروستاتة اللي هي رقم واحد التقدم في العمر والتغيرات اللي تحدث مع السن النمرة اثنين الاستعداد الوراثي للمجموعة بصفة عامة مش للفاميلي وإنما للمجتمع بصفة عامة نمرة ثلاثة العادات والتقاليد في هذا المجتمع وتأثير البيئة عليهم من ناحية العادات ربما تتحدث دكتور عماد أكثر عن نمط الحياة ربما نمط الغبار ربما السمنة أيضا عامل مهمة كل هذه الأشياء تتجامع معا وتتضافر من أجل حدوث الورم وانتشار طب دكتور بما أنك تتحدث وتقول بأن ربما رجال من ذوي البشر البيضاء أقل عرضة للإصابة بمرض سرطانة بروستاتا هل هذا صحيح؟ هناك بعض الدراسات تقول بأن الرجال من ذوي البشر السوداء والداكنة معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بمرض سرطانة بروستاتا هو الحقيقة الأفريكان أمريكان أو الأمريكان السود من أصول أفريقية فعلا هم أكثر حدوثا أو أكثر عرضة بانتشار الورم وحتى حدوث الورم بالنسبة لهم بيبقى أعلى من حيث درجة النشاط لهذا الورم زي ما قلت لك بيرجع الأمر في الآخر إلى الاستعداد الجيني لهذه المجموعة من البشر وبالتالي بتخليهم عرضة أكثر لحدوث هذا الأمر في المقدمة اللي حضرتك قلت عليها دلوقتي مقدمة فيتامين دا الحقيقة فيتامين دا المهم جدا لحكتين أساسياتين صحة الهيكل العظمي نمرأ اتنين اكتشفى له الدور كمان مهم في صحة المناعة الجهاز المناعي للجسم والجهاز المناعي دا الحقيقة في التعريفات الحديثة للأورام دلوقتي بيقولهم إن الورم ما هو إلا خلية سرطانية هربت من المسح المناعي اليومي للجسم يعني نفى من هذه الدراسة هربت من الجهاز المناعي فبدأت تتكاثر وتن لأن الجهاز المناعي بتاعنا كل يوم هو في شغل دائم أي خلية يظهر عليها أعراض التغير غير الطبيعي تقتل وتباد يعني دكتور عماد استنادا لهذه ربما الدراسة نستطيع أن نلخص بأن فيتامين دال قد يحمي من الإصابة بأنواع كثيرة من السرطانات وليس فقط سرطانة بروستاتة بيساعد على قلة انتشار حتى لو حصل إن فيه أورام في منطقة ما في وجود انتظام ومستوى طبيعي للفيتامين دال بيقلل من خطورته وانتشاره أما إذا قل فده بيؤدي إلى سهولة الانتشار زي ما قلت حدوثك بيؤثر أساسا على الجهاز المناعي وزي ما قلتلك دلوقتي حاليا الأورام ما هي إلا فشل في الجهاز المناعي دكتور عمد عادت أن نتحدث نحن عن طرق العلاج ومن ثم الوقاية ولكن بما نتحدث عن هذه الدراسة ما هي طرق الوقاية الآن من مرأة سرطانة بروستات وربما في ظل هذه الدراسة هل هذا يعني على الرجل أن يتناول ربما مواد غذائية غنية بالفيتامين دال والتعرض أكثر للشمس طبعا يعني أهم حاجة في الوقت الحالي أن الفيتامين دال حقيقة مهم جدا أن نحاول نعمله دايما تصحيح ودايما يكون في المستوى الطبيعي تعرض للشمس مهم جدا في وقت مناسب ولازم ما يكونش التعرض في الشمس يعني معناها أن أنا كن لابس في دوم لازم يكون تعرض دايركت للشمس يعني تعرض مباشر للجلد للشمس حتى يحدث الاستفادة الكاملة من فيتامين دال الحقيقة بالنسبة للوقاية من أورامس البروستاتا الحقيقة زي ما قلت حضرتك أنه فيه تلات عناصر عنصر ما بنقدرش نتعامل فيه قوي اللي هو تقدم في العمر والوراثة لكن فيه عناصر مهمة جدا لها التأثير البيئي وده بيهتم بأول حاجة طبيعة الأكل بتاعنا لايفستايل بتاعنا لازم يتغير لأن زي ما اتفقنا أن الأكل كثير الدهون كثير اللحوم قليل الألياف هذا يؤدي إلى انتشار أكثر للأوراق طب دكتور عمادي للأسف سرطان البروستاتا يطلق عليه أيضا بأنه القاتل الصامت لأن في المراحل المبكر ربما لا تثر أعراض واضحة وبالتالي ما نسبة الشفاء تم فعلا اكتشاف المرض مبكرا وما هي الأعراض التي يجب فعلا التركيز عليها زي ما حضرتك قلتين ممكن جدا سرطان البروستاتا ما يبقاش فيه أعراض أتول يعني ممكن فجأة يكتشف أنه عندك أورام لذلك احنا بنحط برنامج دلوقتي برنامج للمتابعة وننصح بها الرجال من فوق خمسين سنة بأنهما كل سنة لابد أن يتم عليهم كشف فحص دوري الفحص الدوري يشمل ثلاث حاجات فحص الأول تحليل الدم علشان عندنا فيه دليل تحليلي اسمه البي اس اي او البروستات سبيسيفيك انتيجين ده مهم جدا علشان يديكي دلالة على هل فيه احتمالية حدوث أورام او لا نمرة اتنين الفحص الشرجي للبروستاتا حتى نحدد الأماكن المشتبه فيها او أماكن الورا من المشتبه فيها حاجة الثالثة اللي هي الفحص بالموجات الصوتية للبروستاتا حتى فإذا لقينا ان فيه مناطق مشتبه فيها لقينا ان البي اس اي عالي في الدني لقينا ان فيه بالاحساس فيه مشكلة فهنا في الحالة اللي ازاي دي لابد ان نعمل خزعات من البروستاتا علشان نحللها تحليل بسولوجي ونعرف اذا كان فيه اصابة او لا دكتور عماد لقد درالاين كان هناك اصابة بمرض سرطان البروستاتا ما هي طرق العلاج المتوفر الان هل من جديد في هذا الموضوع باختصار دكتور حقيقة علشان بس اطمن الناس ان حتى لو اكتشفنا ان فيه اورام في البروستاتا فهو الحقيقة اورام البروستاتا من امراض القليلة الانتشار يعني ليست سريعة الانتشار الدبلينج تايم بتاعها او معدل زيادتها سلوء يعني قليل جدا وبالتالي خطورة انتشارها بيبقى قليل فبالتالي احنا طرق العلاج بيبقى عندنا رقم واحد تعتمد على المرحلة المرضية تعتمد على خطورة او شدة الورم فاذا كان في مرحله الاولانية ودرجة الجليزمسكور بتاعته قليلة فبنقول المريض ممكن ما يعملش عمليات المتابعة فقط لغير ونحن دائما نقول ونركز على اهمية التشخيص المبكر شكرا جزيلا لك استشارة جراحة المسارك البولية وامراض الذكور الدكتور عماد السبكي على كل هذه النصائح